النبي صلى الله عليه وسلم لما هدم الاد وهي بالطائف أقام في مكانها مسجد وإقامة هذا المسجد من أجل أن يسد النبي صلى الله عليه وسلم باب الشرك وذلك لأن هذا الموضع معروف فلربما في مستقبل الزمن تعود عبادة هذا الوثن فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطمس معالم الشرك فأقام فيه مسجدا مع أن هذا المكان فيه ماذا؟ فيه وثن يعبد من دون زاهعة الزوجة ولأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مربدا لبعض الأنصار وكان فيه بعض قبول المشركين فأمر عليه الصلاة والسلام بالقبول فنبشه وأخرجه ثم أقيم المسجد في هذا المكان الذي هو المسجد النبوي